اشتركوا في القناة وكل هذا نتيجة انه هذا بلد ظالم متغطرس وكه فكرة يعني الامريكي لما بده ينظم واحد جاسوس من اول جلسة بينظمه بيكون واضح بيشعر بالكوة لذلك البريطان البريطانيين اللي هم يعني في قضية السياسة على فكرة في قضية السياسة لهم تاريخ طويل في السياسة البريطان البريطان بيعتبروا بيعتبروا الامريكان يعني الحكام الامريكان اغبية اغبية وهذول اليهود اللي كان يبدو انه مهمة كل حاخام يعني الحكيم هذول صاروا زي برضو اصابهم المرض نفسه مرض غطرسة الكوة والوقاحة البريطاني عن فكرة بيختلف ايه له سياسة سياسة كما كلنا متمرسين بريطانيا صارت تابعا امريكا كيف؟ مع انه لان بريطانيا صارت تابعا امريكا اه لانها فقدت قوتها اقتصاديا وعشكريا تفاصيل فصارت تابعة للولايات المتحدة صحيح لكن هذا بمنعش انه لها تاريخ في ايش في عالم الفكر والسياسة لذلك هم بقولوا عن القادة الامريكان اغبياء لانهم بوقعوا بوقعوا بدفعوا اثمان ومخسروا في الاخير طيب وهم مستكبرون ايوة سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل اية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشدي لا يتخذه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذه شو بدك اكثر من ايك سأصرف تعهد رباني انه يصرفهم بعيث بحيث لما بشوفوا طريق الصح بيعجبهمش بيعجبهمش طريق الغي طريق الغي اللي بواده وين ايوة طيب نقرأ الآن يا شيخ الاية الستة وعشرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة